السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي مطبخ توتي. لو اول مرة بتزوريني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل يصل الكل جديد اول باول ولايك وشير. هنعمل مع بعض اقتصادي لكن طعمه روعة. يلا نبتدي مع بعض. اول حاجة بدأت بيها طحنت البسكوت في الكبة. انا كسرت البسكوت حتة صغيرة وهبتدي اطحانه عشان اساعد الكبة انها تتحانل البسكوت بسرعة. البسكوت اي نوع بسكوت سيدة تفضلي. النوع المحبب ليك. ودي شكله بعد ما طحنته بقى نعم جدا. يلا بقى نشوف بقية المقادير. للكريمة انا هحتاج كبايتين من جبنة كريمي. اي نوع جبنة كريمي انت بتفضلي. وهحتاج كباية من الزبادي. وهحتاج كمان كباية من كريم شانتي. وتلات معالق كبار من الاشطة المعلبة او وش اللبن لو بتجمعين. وتلات معالق من السكر. ممكن بقى السكر تزوديه او او تقليل كمان عن كده زي ما تحبي السكر حسب الرغبة. وعندي طبعا البسكوت اللي انا اطحانته معاكم. وعندي الكبايات اللي انا هحط فيها للشيزكي. انا مش هعملها طرطة. مش هعملها قطع واحدة وقطعها. انا هعملها كبايات لكل فرض ياخد كباي. الطريقة دي بتبقى حلوة قوي وعملية وبتنفع في اعياد الميلاد تنفع مع الولاد الصغيرين. اه في الحفلات. بتبقى مناسبة وكويسة. وبتبقى مجدية يعني. انا مش هحط جيلاتين. انا هكتفي بالكريم هو اللي هيربط لي الحاجات دي. لو عايزة تعمليها طرطة. دي في بقى معلقة جيلاتين كبيرة على ربع كبايات مية دافية. ودي فيها بقى للكريمة الوقت ما تعمليها. عشان تتماسك اكتر. عشان تقدر تعمليها كطرطة وتقدر بقى تقدميها كطرطة يعني. بس انا عشان احطها في كبايات زي ما انتم شايفين كده. ام مش محتاجها تبقى متماسكة قوي. يعني التماسك المتوسط. مش لازم تبقى متماسكة جامد لان انا مش هقطعها قطع يعني. والكبايات دي حلوة لو بتعمليها الميلاد او عندك مناسبة. كل واحدة هياخد كباية وهتتخلص هيبقى من الكبايات دي لان هستعمال مرة واحدة. فهتوفر عليكي آآ الموايين يعني. آآ هنبتدي بقى نخلط الكريمة. اول حاجة هضيفها. انا كنت هضيف الزبادي ورجعت في كلامي. هضيف الزبادي. شغلت التليفون وفاصلت. اول حاجة هضيفها الزبادي. بعد كده هضيف السكر والاشطا او وش اللبن زي ما تحبه. هضيفي بقى الكمية كلها علشان المقدار تغذي كله علشان في الاخر تغذي نسيجة كويسة. انا هضيف المكونات كلها اربعة. وهضيف بقى الجبنة الكريمي. ممكن الجبنة الكريمي دي تستبدليها بجبنة المربعات. بس انا جبت النوع دوت من غير ملح وطعمه حلو برضو. فاحنا قلنا وصفتنا اقتصادية فبنحاول نحط آآ خامات اقتصادية. لكن في نفس الوقت هتديني طعم حلو. انا خضفت بقى آآ السكر والكريمة والزبادي والجبنة الكريمي. بخلطهم بس بالمعلقة شوية كده. قبل ما ابتدي اخلطهم بالهند بلندر. انا اخلطهم بالهند بلندر انا بستسهنه. بينفعني يعني ما بيقولش لا. ممكن يبقى مضرب بيد. ممكن يبقى خلاط. ممكن يبقى مكسر الموجودة عندك. بس انا بحب وصفاتي. آآ يعني استخدم حاجات آآ مختلفة موجودة في كل بيت. على انشان الوصفة تبقى سهلة على اي حد عايز يعمله. انا خلطت المكونات بالمعلقة الاول علشان لما اجي اخلط يتخفق بسرعة. لان كنت خايفة ان الكريم شانتي يطير كده ولا يتبحتر وانا بخلطه. فانا قلت ادماجهم مع بعض الاول وبعدين اخلطهم بالهند بلندر. بس قبل ما اخلط الكريمة بالهند بلندر هبتدي احط البسكوت في الكبايات بتاعتي. البسكوت انا طحنها ومش هضيف له زبدة. انا هحط البسكوت على طول في قاعة الكبايات. محطتش زبدة ليه? لان انا مش هعملها طرطة. مش هعملها قرص واحد. فهبقى محتاج ان السكر يبقى. هحتاج ان البسكوت يبقى متماسك ويبقى قاعدة للطرطة بتاعتي. انا لان انا عاملها بكبايات فانا مش محتاجة احط زبدة. انت لو حابة تضيف زبدة يعني كطعم او كاكيمة غذائية ما فيش مشكلة. بس انا بحب اعملها خفيفة يعني. بخلط بقابل هند بلندر المكونات اللي انا حطيتها كلها. لحد ما المكونات كلها تتجانس وتديني قوام كريمي من غير اي تكتولية. هي هتبقى تقيلة في الاول بس بعد كده هتفك والهوى هيدخلها وهتبقى كريمية. اخر حاجة ضفطها هي الكريم شانتي. شايفين بقى القوام بقت سايلة خالص وبقت كريمية خالص. مش هتاخد خمس دقيقة عشر دقيقة دقيقة بالهند بلندر. شايفين? القوام كده مزبوط جدا. هبتدي بعد كده اضيفها بقى في الكبايات بتاعتي. انا مش هاملها الكباية كلها. انا هاملها تلتين كده لان التلت الاخير لسه هنحط الجيلي. شايفين الكريمة بتنزل معانا نعمة جدا. عشان خفقناها كويس. هعبي بقى لكل الكبايات. نخليها كلها مقاس واحد. علشان الشكل في الاخر يبقى كلهم متساويين. يقد بعض يدو شكله حالو. الوصفة دي حلو قوي. كمان لما تتعمل في الصيف هتبقى لز لان الصيف بيحب الحاجات الخفيفة. ان شاء الله في لما يجي الصيف هعملها لكم بانواع فاكهة تانية وهتعجبكم ان شاء الله. وادي الكريمة بتاعتي بعد ما دخلتها التلاجة. انا هسيبها في التلاجة يعني انا محضرها عشان احطها في التلاجة. هسيبها في التلاجة من ساعتين لتلات ساعات لحد ما الكريمة دي تتماسك خالص. هنا عندي بعد ما خرجتها من التلاجة الكريمة تمسكت. وبقت ساعة جدا. بعد كده هضيف لها بقى جيلي. الجيلي اللي انا عملته جيلي فراولة. ممكن يبقى جيلي اي نوع انت بتحبيه. بس انا المقدار بتاع الجيلي حطيت له نصف مقدار الميا. ما حاطيتش مقدار الميا كامل. يعني انت اما اجيب الباكو اقري المعيار اللي عليه وخل الميا النصف. لان انا مش محتاجة جيلي كتير وفي نفس الوقت اتعى زي يبقى مركز ما يبقاش تقيل. ما يبقاش خفيف. هسيبه بعي ارجعه التلاجة تاني برضو ساعتين او من بالليل للصبح لو انت بعمليها بالليل. لحد ما تتماسك. وده الشكل النهائي لي. ها. شايفين الطبقات? البسكوت والكريمة والجيلي. شكلها جميل جدا. هتعجب الاطفال اوي لو عملتها لهم. شايفين القوام كريمي ولذيذي ازاي? حلوة جدا. مربيها بطريقتي وان شاء الله هتعجبك. ولو اول مرة بتزوري قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على كلمة الكل. هذه الكبيات بتاعتي. ممكن تعمليها بولات او كبيات او كاسات زي ما انت حابة. لو هتعمليها ترطة زويد لها بس معلقة جيلاتين مع ربع كباية مية. مية دافية عشان الجيلاتين يفوق. عشان تتماسك وتبقى قرص ترطة معاكي وتقدر يتقطعيها بقى زي ما انت عايز. بس وصفة الكبيات دي حلوة هتنفع جدا في اعياد الميلاد. ولو ولادك بيعزموا صحابهم عندهم كل واحد بقى هياخد كباية كده هتبقى لازيزة جدا برضا. شايفين بقى? طبقة بسكوت. طبقة كريمة. وطبقة الجيلي. طفة جربيها بطريقتي وان شاء الله هتعجبك. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. خليوا ما اشتركش في قناتي اشترك وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل. وعملوا لايك كتير للفيديو. القاكم في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.